السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه النهاردة هنبدأ درس جديد من الاو او بي في الدارت. والدرس بتاع النهاردة هنتكلم فيه عن الاستاتيك. الاستاتيك مهم جدا واحد اكتر حاجات استخداما في الاو او بي عمتا يعني مش في الدارت بس. اول ما ندخل على الدارت باد هتظهر قدرنا بالشكل ده. ممكن نكبرها شوية من هنا. نعمل. ونكتب هنا فهنكتب ونفتح الاقواس بتاع وبعد كده نفتح اللي احنا نكتب فيها بتاع المسود. طبعا هنا لو في سنبعتها مع المسود نكتبها هنا. بس احنا مش هنكتب اي مع المسود. طيب برع عايزين نعمل زي ما تعلمنا في بداية الدورة فنقول ونسميه وطبعا بيبقى الكامل كيس فااا التسمية بتاع دايما بتبقى بتبدأ بالكابيتل. بعد كده نفتح الاقواس بتاع الكلاس. هندي له الاتريبيوت ده هو فاحنا هنقول له مثلا اه الاقاتريبيوت ده من نوع هنقول نام. اه نسميه مسلا جرافيتي. جرافيتي ايكوال تسعة وتمانية من عشر. اوكي? كده احنا قد ناله اه وبيساوي تسعة وتمانية من عشر. احنا ممكن نيجي قبل النام ونقول كدبيه كده خلينا النام ده من نوع طيب ايه الفرق معايا? الفرق معايا? انا هاجي بقى هنا في الميل ميسود هاخد آآ من الكلاس فاقول واسميه م هيساوي كده انا اخدت من الكلاس ده وسميته يعني الام ده من الكلاس او ماس فانا دلوقتي عاوز اطبع الايه فانو معايل افتح الكوسين واقول له ام دوت جرافتي ام ام دوت جرافتي بص هي مش موجودة جرافتي طب ليه مش الام ده كلاس من ماس والجرافتي دي هي عبارة عن اتريبيوت جوه كلاس ماس طب ازاي مش موجودة هنا من ضمن الخيارات طب انا لو كتبتها بنفسي هكتب جرافتي ايه اللي هيحصل احط سيمي كولون مديني نках احطول ليه لان اه اهور احطة ده اهم ده من اهم الخواص بتاعته ان هو بيتنادى باسم الكلاس نفسه يعني مش بيتنada من او такого لا هو بيتنادى بالكلاس نفسه ليه بيتنادى بالكلاس نفسه بيتنادى بالكلاس نفسه لانه بيبقى ثابت مع كل او بتاع الكلاس ده يعني الـרنت في تسعة وتمانية من عشرة عند أي إبعد أي أوبجيكت أو استنس سيتاخد من الـ هيبقى عنده الجرافيتين في تسعة وتمانية من عشرة فأنا لما يجاء not ready ليس سنديها باسم الـ俱ه حوالي لا سنديها باسم الـ اسم الـ نفسه فأنا هنود كاتب نفسه .com اسم الـ هو كده نهداء على الـ فانا ما أقوم بعمل ستطاعوا هنا الجرافيتين وهي تسعة وسنينها طبعا هنا بالفعل. طيب. انا دلوقتي اه طبعت الجرافي تجنيه تسعة وتمين انا عاوز اعمل حاجة دلوقتي تانية. عاوز اعمل اه المسود ده دي من نوع جوه فهنسمي المسود دي هنقول انها من نوع الاول ونسميها مسلا اوكي بنفتح كوسين جوها هنحط جوه الكوسين دول ونقوم جايين جوه البادي بتاع نقول له اي بص كده بقى اي بص اي بص اين اللي حصل انا بقول له اي طبع انا بس هصر الخط شوية عشان ايه كده يبقى شكله اوضح يعني انا دلوقتي بقول له اي طبع الاي اللي انا هبعتها لك والاكس والجرافيتي وهنا هي من نوع استاتيك وما دام الفونكشن من نوع استاتيك بنا بنا ديها باسم الكراس فانا جماجي فوق انا ديها فاقول له ايه فاقول له اه انا ديها باسم الكراس نفسه فاقوم ايه الماس دوت اد وافتح الكوسين بتوعها وهم ادي له الاي والاكس لانه هي هنا بتاخد اي انت اي وانت اكس فالاي هدهولها مثلا بواحد والاكس هدهولها برضو بواحد بس كده احط السمي كله كده انا بقول له الاي بواحد والاكس بواحد هو ياخد بقى الاي والاكس يجمعهم على بعض ويجمعهم على الجرافيتي ويتضع لي الناتج فاذا واحد واحد اتنين وتسعة وتمانية من عشرة يبقى احداشر وتمانية من عشرة تعالوا نجرب قادرا جابلي احداشر وتمانية من عشرة طيب ركز بقى في الحتة اللي جاية دي اوي 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 انا هاجي هنا هقوم عامل نم تاني بس مش هخليه استاتيك اقول نم واي مسلا ومش هخليه استاتيك وهخليه بيساوي تسعة وتمانية من عشرة يعني هو بالزبط زي الجرافيتي اللي فوقيه ولكن هو مش استاتيك وهو برضو في القلاس الاسمه ماس فاذا ده هيتعامل معاملة الاتريبيوت العادي مش الستاتيك اتريبيوت ومش بس هيتعامل معاملة الاتريبيوت العادي يعني انا هنا عشان اناديله لازم اناديله عن طريق مش عن طريق الكراس نفسه زي ما كنت بعمل هنا مع الستاتيك او مع الستاتيك اتريبيوتس وميسوتس فهنا لازم اناديله عن طريق ام دي اول حاجة تاني حاجة انا لو خدت الواي ده وحطيته هنا بدل انا بقوله اتباع للاي والاي والاكس والواي بصوا ايه اللي هيحصل اداني ايرور ليه انا كنت بقوله اتباع لي الاي والاكس والجرابيتي وما كانش بيديني ايرور ليه اداني ايرور لما قلت له اتباع لي واي هو اداني ايرور لما قلت له اتباع لي واي عشان حاجة مهمة جدا عشان الاستاتيك ميسوتس او فانكشنز ما بتاخدش جواها الاستاتيك اتريبيوتس يعني انا لو هابعت لها هنا ابعت لها اي حاجة هنا في ايه في الاكواس بتاعتها ولكن لو هاجب لها حاجة منبرع مش ما بقيتها لها في الاكواس يبقى لازم الحاجة اللي منبرع تكون وإلا مش هينفع هيتديني ايرور فلما كانت بعتها لها فما فيها مشكلة لكن لما بعت لها هي مش في الحالة دي هيبقى عندها مشكلة لان هي ما بتاخدش شي الا استاتيك estabanوي handwriting هنا ينفع اخليها مسود عليه مش استاتيك اوا ينفع بس في الحالة دي هيقل لي هنا فوق ما اتنديهاش عن طريق الماس على طول ناديها عن طريق وقل له واحد وواحد هيقل لي كده خلاص تماث هي مش urban وانت مندقيها عن طريق وهنا انت حاطت من بس هي كده 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 هي كمان مش فما عندناش مشكلة مع الموضوع ده فانا لو طبعت هيديني نفس النتيجة دي بصوا كده اداني نفس النتيجة ديت بس عن طريق اه اه اولا عن طريق وعن طريق وعن طريق بس هي دي او هو ده المفروض ان احنا نفهمه او ان احنا محتاجين نفهمه في لستك شكرا ليكم ارجو ان انا هيكون افدتكم وكملوا الدورة مع بعض وما تنسوش تعملوا اشتراك بالقناة ولايك للفيديو ونكمل الدورة